زي ما كنا بنتكلم الأوضاع العالمية مضطربة فيها لها احتمالات كثيرة جدا بسبب ما ما جرى أول حاجة ألف به الكل كان بيتوقع مواجهة بين أمريكا والصين وحرب باردة بدأت مظاهرها تظهر وأحلاف أوروبية أمريكية أسيوية بدأت تتشكل زي المجموعة اللي ضمت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا زي المجموعة اللي ضمت الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة فكان الحركة ناشطة جدا في آسيا توقعا ترتيبا للعصر الجديد توقعا وترتيبا للحرب الباردة الأمريكية الصينية وإذا بالبصلة تتغير تماما تتغير وتتحول إلى حرب باردة أمريكية روسية أمريكية أوروبية روسية لأن الأمر يتعلق بالترتيبات الأمنية في أوروبا والتعامل الأوروبي والروسي وهي أيضا أوروبية مع التجمع الأوروبي الذي تمثله يمثله الاتحاد الأوروبي ويمثله عسكريا أو يحميه عسكريا حلف الأطلانطي ودي مسألة مش بسيطة لما نضحها في روسيا وحلف الأطلانطي اللي في أمريكا وتقوده أمريكا والاتحاد الأوروبي والطيارات السياسية اللي حصلت شكرا